وحول هذا الموضوع ينضم معي خبير استراتيجي الاستاذ السيف رعد مرحبا بك في نشرة الثالثة يعني الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا خطيرا وقصفا أيضا متبادل بين القوات الأمريكية والفصائل العراقية كيف يمكن أن نفسر هذا التصعيد وتوقيته وحجم هذه الشدة في تنفيذه ذات المساء الخير عليكم سيدة وجدان وتحية طيبة لقناة التغيير الفضائية وجميع المشاهدين الكرام لو رأينا هذا الاستهداف من منظور استراتيجي لرجعنا إلى استهداف الجنرال رضا موسوي وهذا كان رد بشكل غير مباشر عن طريق أحد الأذرع الإيرانية في العراق لقصف مطار الحريري الجنرال رضا موسوي تعرض إلى سبع محاولات اغتيال والأخيرة قد نجح فيها الكيان الصهيوني وبالأخص من أشرف على هذه العملية هو لواء كثير للجيش الاحتلال الصهيوني وبإشراف أيضا وزير الدفاع وقد سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا الأمر بأن الإشراف من هذا اللواء والإشراف بوزير الدفاع الاحتلال حتى يصل إلى مسامع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاول جر الإيرانيين لحرب موسعة أكثر وتريد استفادة الكيان الصهيوني من وجود الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا من وجود حلف جديد وتحالف جديد باسم حراس الازدهار في البحر الأحبر فإذن في العراق هذا ما حدث هو ارتداد للأوضاع السابقة وأيضا ارتداد لما يحدث في عمليات منذ عملية الطوفان الأقصى وليس هناك ثقة بين الحكومة العراقية وبين الحكومة الأمريكية بما يخص ما صرحت به الحكومة العراقية بأنها ستحاول أن تمنع أي هجمات على القواعد العسكرية وعلى البعثات الدبلوماسية وحدث هذا الأمر بشيء مغاير هناك بعض الفصائل لا زالت تحمل شعار المقاومة ونقولها بالعراقي يعني رجل بالسلطة ورجل بالمقاومة وهذه الثنائية يجب أن تنتهي لأنه قاعد تحرج الحكومة وقاعد تحرج السوداني وأيضا قاعد تحرج بعض الفصائل التي تحمل شعار المقاومة أيضا فيها العراق طيب الحكومة العراقية دانت هذا القصف رسميا وقالت أنه يؤثر اليوم على مسار العلاقات بين بغدادة وواشنطن إلى أي مدى سيد السيف يمكن أن تتأثر هذه العلاقات وبالتالي اتفاقات الإطار الاستراتيجية بين الطرفين لا بد أن ندرك جيدا بأن أي حكومة عراقية متصلة اتصال وثيق بالولايات المتحدة الأمريكية كون الولايات المتحدة الأمريكية هي الراعي الإغمالي والاقتصادي وهي أيضا من تساعد في عملية حفظ البيع والنفط وأيضا أخذ الأموال المستحصلة من عنده عبر بنك الفيدرالي الأمريكي فبالتالي أي حكومة تريد تجي تتعامل بهذا الأمر مع الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتعامل وفق اتفاقات طويلة وبعيدة الأمد ما حدث هناك اتفاق طار استراتيجي وأيضا شراكة أمريكية عراقية شاملة وهذا ما جاءت به وزيرة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ودائما تضع هذا الهاجتاك بهناك شراكة أمريكية عراقية شاملة فالحكومة العراقية في موضع حرج بهذا الأمر بأن وجودها تعاني من تناقضات بينها وبين أيضا أطراف في القادة الأطار التنسيقي يعني منذ أكثر من ثمانية أشهر وأنا كتبتها في عدة مقالات وفي عدة لقاءات هناك فصائل بدأت بالمهاجمة حكومة السوداني وأيضا بمهاجمة تدخل السفيرة الأمريكية بالشأن العراقي وبدأت هذه الفجوة تتسع أكثر وأكثر بعد عملية طوفان الأقصى واتجاه حركات مثل أصحاب الكهف هذا التناقض تتكلم عن بالضبط اليوم البيت العبض أكد أن القصر الأخير نفذ بتوجيه مباشر الرئيس بايدن يعني هذه من أولوياته وهي حماية القوات الأمريكية يعني ما هي الرسالة بالضبط التي تحملها هذه التصريحات وهناك تناقضات كما ذكرت يعني هو هذا اللي نقوله يعني التصريحات إذا نجي إحنا كبيانات الحكومة العراقية والناطق بها باسمها اللي قاعد ينطق بهذا الأمر يعني نفسه إذا نشوف إحنا تصريحات مجرد تصريحات ما حدث في تنديد الحكومة بالقصف الذي حدث على شهداء الحجر الشعبي في مقرهم في بابل وأيضا ما حدث على مقر في حركة النجباء في واسط هذا الأمر يحمل بها الحكومة الأمريكية كان نعم حمل التنديد وأيضا ما حدث في عملية قصف الفصائل لمطار أربيل يعني نفس الحالة بس مجرد تنديد يعني عملية التنديد فبالتالي أقول أنه التناقض التناقض بين التصريحات وبين الفعل الأمريكان اتجه إلى اتجاه آخر يعني أعطى وليونة كبيرة وكانت أكثر من تسعين هجوم حسب البنتوغون هناك أكثر من تسعين هجوم قامت به الفصائل العراقية في العراق وفي سوريا باستهداف المصالح الأمريكية ولم ترد في عدة أشهر لم ترد على هذه الهجمات لكن بعد الاستهدافات الأخيرة ووصول الجرح الأمريكان لأكثر من 65 أصبحت هناك قرارات فعلية وما حدث لمجرد استهداف قاعدة الحريري كانت هناك معلومات من لويدوستون بعدة اتجاهات وعلى عدة محاور وتم استحصال الضوء الأخضر لاستهداف هذه المقرات بدون الرجوع للحكومة العراقية وهذا ما أرادت فيه الحكومة العراقية أنه ترجع الولايات المتحدة الأمريكية إلها في حال أرادت أن تشن هجمات على بعض المواقع وبعض المجامع هي من تقوم بهذا العمل وهي من تحافظ على حماية المواقع الأمريكية فلهذا أقول هناك تناقض بين التصريحات وبين ردات الفعل وهناك عدم ثقة بين الأمريكان وبين الحكومة العراقية طيب الحكومة العراقية سيد سيف أكدت أنها ستواجه بحزم أي استهداف للبعثات الدبلماسية وقواعد التحالف الدول لكن كيف تتوقعون اليوم أن تتعامل حكومة بغداد مع هذا الحرج المتزيد باستمرار الهجمات الفصائل يعني بداية نخلي الحكومة العراقية والناطق باسمها أن يتكلم بصراحة أمام العراقيين قبل المجتمع الدولي وأن يصارح الشعب العراقي قبل الأمريكان وقبل المجتمع الدولي حتى يحصل على تأييد شعبي لما يحدث وإحنا مشكلتنا يعني ما حدث اليوم وأمس في منطقة حي العامل يعني إذا تشوفين البيان للقيادة عمليات بغداد وناطق باسم الحكومة ينفي أنه أكو أي شيء بينما لو تمشين بأي مكان لحي يقول لك هي كانت يعني اشتباكات صارت بين العصائبها الحق وصراه السلام فبالتالي إذا من سمي الأمور بمسمياتها ويطلع الناطق القادة العام بالقوات المسلحة ويسمي هذه الجهات من الذي يستهدف الأمريكان من الذي يستهدف الأمريكان فبالتالي إذا هم فصائل خارج هيئة الحجد الشعبي خلي يعلنها ويقول ذوله فصائل ما تابعين القانون ويعلن عليهم ونحن نتم القبض عليهم واتباع الإجراءات القانونية إذا فصائل هي منضوية تحت هيئة الحجد الشعبي هذه كارثة كبرى ويعتبر خرق أمني داخل منظومة أمنية في العراق ويجب عليك قاد عام القوات المسلحة أن يتعامل مع هذا الخرق الأمني هذا اللي نحتاجه كمتابعين للشأن الأمني والأوضاع العراقية أما تسويف الأمور ومحاولة تقليل من شيء ما يحدث بالشأن الأمني في العراق هذا مغاير للواقع ويضعف الحكومة ويضعف أدائها ويضع فجوة كبيرة بين المواطن وبين الحكومة نعم الخبير الاستراتيجية سيف رعد شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك